أهلاً بكم مجاهدين كرامة الحكومة تطمئن الموظفين بشأن صرف زيادة مقررة في أجورهما قبل ما نبدأوا ما تنسوا شديد رجام وتشتركوا في القناة باش دائماً تصلوا بجديد الأخبار والآن إلى التفاصيل ووجهت الحكومة تطمئنات إلى الموظفين في القطاع العام بشأن صرف زيادات التي أقرها الاتفاق الاجتماعي بينها وبين المركزيات النقبية والكونفيدرالية المغربية للفلحة وتنمية القروية والاتحاد العام للمقاولة العام مغرب الوزير المنتدى لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاسا قال إن الموضوع لا يحتاج لتأكده في كل مرة مستجن أن الأمر يتعلق باتفاق موقع بين حكومة وشركائها للجمعيين من أجل تنفيذها وقال بيتاسم متتحدثاً في ندوة اليوم أن الأمر محاط بعمل وإجاءات يتعين على الحكومة القيام بها وزاد أن المعنيين جميعهم سيتوصلون بالزيادة التي تم إقرارها وكان محضر الاتفاق الموقع يوم 22 أبريل المنصر إما قد تضمن زيادة في أجور موظفية الإدارات العمومية والجماعة الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهما بمبلغ شهري صافي قدره الفديرهم يصرف على قسطين ترجمة نانسي قنقر